الخضار الفواكه الغير منقعة أو مغسلة هذه هي التي تؤدي وزي ما قلنا أنه سيكون في أماكن معينة موبوءة بالفزكة بدي ألف فيتم الانتقال فيها لكن بتجين فواكه من كل بلد ومن كل مكان قد يكون بعضها أو خضار قد يكون بعضها حامل الفيروس فيجب العناية بغسل الفواكه وغسل الخضار قبل أكلها جيدا لكي لا نعرض نفسها للإصابة بالفزكة بدي ألف فيروس كبدي باوجيم ليس المعلاقة بالأطعمة فلا هناك أي داعي للحذر الشديد بالنسبة لبيوجيم يجب الحذر فيها عندما نتعامل مع المستشفيات والأسنان والتجميل وخاصة التاتوين واستخدام إبر للإنسولين نجب التأكل تكون إبر نظيفة وأن الاستخدام واحد فقط ويتم إطلافها بعد استخدامها شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب